الزوج اللي تارك الفراش وهي متوجعة من هذا الأمر هي صغيرة وهو صغير في السن وهو فجأة بقاله ثلاث سنوات ممتنع أن يأتيها في الفراش وبعدين بتقول الحجج مش واضحة يقولها ربنا يسهل إن شاء الله سألتها هل يعني لاحظت عليه شيء أنت يعني شايفة مش مظبوط تصرف مش مظبوط يكون عارف حد يكون ماشي ومش مظبوط قالت لا تشهد له بالخير وبالبرقة والاستقامة وكل حاجة يبقى أنا أروح أكلم الزوج ده وأقول له حق الاستمتاع زي ما أنا أقول لحضرتك وهو أخونا في الله ونذكره بهذا الأمر حق الاستمتاع في الحياة الزوجية حق مشترك لأنه يعف الرجل عن أن يأتي الحرام ويعف المرأة أي الزوجة أن تأتي الحرام فلا يجوز لطرف من الطرفين أن يخل بحق الآخر فيوقعه ولو بالظن أو بالفكر أو أكبر من ذلك في الحرام ويكون هو السبب فأقولي له أنت بترتكب شيء محرم إن كنت قاصدا ما كانش الأمر ده غصبا عنك عشان كده أنا بقولك ربما يحتاج لعلاج ويحتاج إلى مباشرة الطبيب فأنت بترتكب معي حرام أنا أحتاج كذا وكذا وكذا وأنت تمنعني هذا الاحتياج وربما أنا متحملة النهار ده ربما أخشى أني لا أتحمل بعد ذلك فأنت لازم أنك أنت تصارحني تصارحني بالأمر إن كنت تحتاج علاج فأنا معك وأصبر إن كان الأمر إلى هذا المنتهى أو فيه شيء ترى أنا يعني أنت تغيرت أو مشاعرك تغيرت نحوي صارحني لكن يبقى أني ليه حق حتى لو مشاعره تغيرت وإحنا قلنا النبي عيسى والسلام لما رخصه في الكذب في ثلاث مواقف في الحرب الحرب خدع في الإصلاح بين الناس الناس في مشاكل ما بينها فأنا أقول خيرا أو أنمي خيرا أنقل الكلام على جهة الإصلاح بين المتنافرين وبين المتخاصمين فليس بهذا كذا إنما هو رخصة في محلها الكذب محرم كبيرة من الكبائر من أكبر الكبائر لكن استثنى النبي عيسى والسلام ما فيه المصلحة وجعلها رخصة في هذه المواقف الثلاث وثالث موقف قال لك في حديث الرجل المرأته وحديث المرأة زوجه يعني لو ضعف الحب وفتر وإنت مستبقي رباط الزوجية لازم تديها حقوقها عشان هتتحاسب عليه ولو قصرت في علاج نفسك إن كنت محتاج فإنت هتتحاسب برده أما إذا كان الأمر فوق طاقتي وطرأ عليه شيء فوق الطاقة ده موضوع تاني فإنت هتذكري بهذا الأمر إن لك حق كما أن له حق وإن دي أمور يسأل عنها يوم القيامة وإن حتى مع شاعر وضعف الحب لابد من القيام بالحقوق هو ربنا سبحانه وتعالى قال جعل بينكم مودة ورحم طب المودة اللي هي منتهى الحب لو ضعفت لو فترت هتبقى الرحمة هي اللي ما بيننا أن يقوم بالحق وهو يقوم لي بالحق فالدنيا تمشي مش هتمشي على الوجهة اللي أنا كنت متصورها أو متخيلاها لكنها ماشية أنا أعف هذا الزوج وهو يعف زوجته لكن ما تبقاش الأمور بهذه كل واحد كده صلوا وصوموا ولا يدي الحق ده حق العبد ده حق معظم عند الله سبحانه وتعالى ما بالك بحق الزوجة وما بالك بحق الزوج حقوق معظمة لأن من عزم العقد الذي جمع بينهما لأن الله تعالى يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظة فوصف العقد بهذا الوصف الشديد وبالتالي ما يترتب عليه من حقوق وواجبات يرقى إلى هذا الوصف العلي نظرا لصفة العقد بهذا الوصف المعظم في شريعة الله حتصرحيه وتكلميه لا تدخل نفسك النيران بتقصيرك في حق وعدم القيام بحق وأنا أحتاجه ومن حقك تطالبيه به وأنك تتكلمي معاه فيه